بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة الفلسفة التقليدية اللي كانت بتقوم عليها إدارة الشركة إنها بتخزن مغزون كبير جدا حتى لا تتعرض إلى مشاكل فالحاجة إلى مغزون أكبر دي الفلسفة التقليدية يمثل منسوب مياه عالي حنشوفه دلوقتي في الرسمة الجاية ويترتب على ذلك اختفاء العديد من المشاكل بالرغم من وجودها فعلا هي موجودة بس مختفية تابع شوف المثال كده لو أنا عندي مركب ماشي في البحر وفي مياه كثيرة مياه كثيرة المركب لن تصطدم بالشعاب المرجانية دي شعاب مرجانية فالمركب بتمر بسلام فاحنا بنشبه المغزون من المواد الأولية ومن الإنتاج التام كأنه بمثابة الأمان بالنسبة للشركة لإدارة الشركة في مشاكل مختفية في القاع البحر ولكن مش ظهر أمام الإدارة وبالتالي لن تسعى إلى حلها فوجود المغزون هو الأمان بالنسبة للشركة ولكنه بيخفي وراءه مشاكل عديدة جدا السؤال بقى هنا أنا كإدارة شركة استبعد هذا المغزون وكشف أمامي المشاكل المستخبية في الشعاب المرجانية وأحاول حلها أم أظل بالمغزون كأمان لي وخلاص صح أن أنا أكشف المشاكل وحلها دي الفلسفة التقليدية اللي كانت الإدارة بتطوارى وراء وجود مغزون ولا تعي أي مشاكل موجودة الفلسفة الجديدة اللي هي فلسفة الشراء أو الإنتاج الآن اللي هي مغزون أقل أو صفر يمثله منسوب مياه أقل ما فيش مياه وترتب على ذلك ظهور المشاكل التي كانت مختفية وبالتالي تتوفر فرصة العلاج وقياس تكلفة ووجود هذه المشاكل طيب لو أنا بسيت كده للمركب إذا ما كانش فيه مغزون خالص ما فيش مية لا توجد مياه لا توجد مياه أو مستوى المياه منقفض إيه لا يحصل؟ المركب ده لابد أنها يصطدم بالشعاب المرجانية وبالتالي يغرق فبدأت تظهر مشاكل زي مشاكل الجودة مشاكل جدولة الإنتاج مشاكل عدم كفاية الموردين مشاكل تعطل الآلات مشاكل طول فترة التنفيذ مشاكل عدم توازن طاقات خطوط التجميع وبالتالي لما اتبعنا فلسفة الجد الإنتاج الآن بدأ من خليش عندي مغزون لمواد أولية ولا إنتاج تام يبقى أنا بشتري الخامات من عند المورد أدخلها على نابر التجهيلة تتصنع على طول ولحظة ما أنتج المنتج النهاي يكون المورد لأن العميل واقف مستني أسلمها له مباشرة فمعنى أنه وما فيش مغزون معناه أنه سوف تظهر مشاكل أمام الإدارة يستوجب على نظام التكاليف حلها وهذه هي المشاكل